كل واحد عاوز يغير مشكلة الجماعة في المجلس العسكري انهما كانوا عاوزين يرضو كل جماعة استحالة لان اي حد بياخد اي قرار في الدنيا سياسي لازم عاشين تلاتين اربعين في المية بيكونوا متضررين او مش موافقين لكن الغالبية والديمقراطية تقول الناس بكون في حزم مجلس العسكري بياخدش اي قرار حازم بيرجع في كلامه بيرجع في كلامه فده فقد بعض الهايبة وده الخطأ اللي حصل دلوقتي انه ما فيش لكن انت برضو تبصي للجماعة اخوة المعتصمين انا ما كلمش على الصور على باقي الناس يعني ما تشوفي طفل بيحرق قدامه وعامل علامة النصر النصر الايه يعني حرق المجمع العالمي وعامل كده هوت الصور موجودة في الجرائد النهاردة يعني انا زهلت لما شوفت هذه الصورة ده ايه ده يا اما ده مريض يا اما متخلف يا اما ايه نصر على ايه انه حرق اللي بجمع هو طبعا ده بدفوع بحاجة معينة لكن المشكلة زي بقولت لحضرتك بس ده لا يمثل الصور كلما كنا فيه يعني الصور في هذه الموقع بالذات كانوا بينقذوا الكتب انا انا بقولك انا بجأ انا عايز ارجع للمجلس العسكري يا دكتور يعني انا هقولك في جملة عبقرية الانديرة غندي بتقول فيها راقب افكارك لان افكارك ستصبح اقوال وراقب اقوالك لان اقوالك ستصبح افعال وراقب افعالك لان افعالك هتحدد مصيرك ده مقولة لست سياسية عظيمة هل ده مش وارد في قموس العقل العسكري لا 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 كل الجيوش في العالم تتميز انها محافظة ايه صحيح كل الجيوش اذا ما كانش محافظة بيبقاش جيش قوي فهما بيتربهم وزي ما قلتلك يعني هو بيترقى من ملازم العقيد العميد للوى الفريق ده بيكون خد اختبارات كتيرة جدا انه هو ملتزم فهما يعني ماشيين بهذه العملية ولكن المحافظة تخلي الواحد ما يبعدش عن الحاجة التقليدية الكلاسيكية ما اعتقدش في وقت الصورات وفي وقت المحن احنا عاوزين واحد تقليد انا عاوز واحد استثنائيا بعيد عن التقليد الخالص بعيد عن المألوف عاوز واحد يعني يقول حاجة تخريفها كده تنقذ البلد وده موجود في كل بلاد العالم ان اللي بيقود الثورات لازم يقود حاجات ثورية ناسنا عندها خيال رؤية وخيال وبعدين ما يمشيش بالطريقة واحد واحد يساوي اتنين لا انا عاوز واحد واحد يساوي خمسة فنقدر اننا هنوصل لحاجة تفكيل خلاق يعني بنطلب منهم اكتر من هما تربوا 65 سنة ناس وطنيين ناس بتاع الإخلاص ولكن السلوك الموجود والأوامر الموجودة والحزم الموجود وصلنا للدرجة بتاعة الصراع اللي موجود حاليا بين فئات الشعب ولكن استطاعوا بالسياسة بتاعتهم انه يخلوا جزء كبير من الشعب يقول لك ما كنا مستقررين قبل كده ايو تم دي الخطورة اللي حاصلة احنا بيدفع دافعا هل دي مرسومة مرسومة ولا صدفة ما اقول صدفة لا انا بقى ده بتسأل هل دي موجودة على اساس ان هي يعني تهميش هذه العملية وبعدين الانتظار والبطء احنا كنا بنعيب عن نظام السابق البطء دلوقتي عندنا نفس البطء اذا كنت تلاحظي واقرب بطء اللي احنا بنقوله انه مفيش ولا محاكمة لمن خالفها اي نوع من نوع التقاليد او القيم او الاخلاق او الكرارة بعد سنة هنوعد نقول نفس الكلام دي دكتور لا ما افتكرش ولا حكم ادانة ولا حكم ادانة لنهب اموال مصر ولا حكم ادانة للإفساد السياسي ولا حكم ادانة لقاتل شهيد ولا حد قاتل المتظاهرين يعني ده قتل تجريمة قتل قتل جماعي لا يا عمود إبادة هل هناك هل هناك شبه قصد للقضاء على هذه سواء لا